مرحبا مساء الفل اخبركم يعملين ايه تلت عديد اهلو نسألهم بيكم ورجعنا ايه الترمي التاني يلا بينا ترجمة تعليقاتكم وتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وبعلوا زر الجرس شاني وصلوكم كل جديد وبيقولي في الديالوج راندا ولازمهم جدا عرار راس السؤال راندا is talking to nabil about natural wonders الطبيعية العجائب الدنيا الطبيعية ان ايجبت راندا بتقول طبعا هنقرأ كله من الاول للاخر وما نجوابش وبعد كده نرجع اوريكو الاجابات اكتب لي الاجابات بسرعة وانت بتتفرج على الفيديو عايزك تسابقني وتكتب يلا تحدي اكتب قبل مني الاجابات وهوريك الاجابات في الاخر نهال يعني يا نهال تفتكري ايه في مصر اللي ممكن يبقى ضمن عجائب الدنيا الطبيعية في مصر بتقول لها حاجة في نمبر وان تحت راندا بتقول لها وادي الوشواشي 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 مدام فيه علامة تعجب بعد وادي الوشواشي او علامة استفهام يبقى معناه الكلام ده تقال فوق هنا يبقى عرفنا نمبر وان اكيد برافو عليك هتبقى ايه؟ ممكن تقول ايه؟ نادي الوشواشي او وادي الوشواشي سؤال نمبر 2 اجابتو نهال بتقول لها في الطريق الى جنوب سيناء just 15 كم away from تمام يبقى ممكن تقول لها برافو عليك انا مش هجاوب انا سيبك انت هتجاوب دلوقتي هتقول ايه؟ ماشي تمام في نمبر 3 هوريك الاجابات دلوقتي انا عايزك تكتب اجابتك في تعليقات وهوريك الاجابات دلوقتي حالة في نمبر 3 بتقول لها بترد عليها وبعد كده ايه نوع المكان ده؟ نهال بتقول لها في هناك يا نبيع مياه بتسمى سبرينز تمام؟ سؤال ثاني اللي معروفين بيه اه غرين سبرينز اسمهم ايه؟ غرين سبرينز طبعا هتبقى what are they called what are they known as معروفين بيه؟ برافو I have never heard of this amazing place can you سوم زير ممكن تعوم هناك؟ طبعا اكيد تقدر تعوم يبقى تقول لها ايه؟ yes you can it's a wonderful place for سومي برافو دلوقتي عايزك تراجع الاجابات اللي انت كتبتها بالاجابات اللي نورها لك دلوقتي هي دي اجابة السؤال الاول راجع معايا كده I think ودي الوشواشي او ودي الوشواشي where is it؟ في نمبر 3 اوكي يعني بعد ما تقول لها معلمات تقول لها اوكي وبعد كده what are they called what are they known as معروفين بايه؟ او بيسموا بايه؟ وفي الاخلم تقدر تعوم هناك بتقول لها yes you can تمام جدا تعال نرجع للسؤال التين طبعا really and complete the text with words from the following list has is لديها وعندها بس للمفرد have لديها وعندها مع اي والجم useful نافع ومفيد experiences خبرات upset متضايق منزعج experiments تجارب علمية تعال نقرأ ونخمن الاجابات اقرأ وجاوب معايا وبعد كده هوري لك الاجابات زي ما احنا متفقين اختبر نفسك يلا معايا وتحدي اليوم اليوم 4 مليار 4 مليار شخص يستخدموا السوشال الميديا in their daily lives في حياتهم اليومية زي ما انت بتعمل دلوقتي وانت بتتفرج علي بعض الاجابات بعض الدراسات space هنا بيقول لي studies و studies دي جام برافو عليك بقول لك جامعة مش مفروح وفيه found التصريف تلك برافو يبعب لي منها have أو has تمام يعني هتقول لي برافو عليك سمعك have برافو have found that around 36% of people يعني حوالي 63% of people report feeling feeling من تقرير الناس feeling space and word حاجة مناسبة للقلق يترى بيشعروا بايه وقلقانين ومتوترين يبقى اكيد حاجة upset يبقى اكيد ايه upset upset and word after using social media الناس ايه بتقلق بتحصل توتر زيادة however social media ومع ذلك social media social media can 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 be ممكن تبقى space because we can share space ممكن تبقى برغم ان هي بتعمل الاوتاتر برافو عليك يبقى number 3 هتبقى useful ممكن تبقى useful ممكن تبقى useful نافعة because you can share ممكن تشير with each other experiences experiences خبرات الحياة تمام برافو لكن experiment الاخيرة دي معناها تجارب في المعنى with each other people can spread positive positive messages ممكن الناس تنشر رسائل ايجابية this way بهذه الطريقة about the importance of looking after our mental health ده جميل جدا يلا بينا نشوف الاجابة بتاع سؤال ده number one have upset useful experiences جميل جدا يلا بينا نرجع لسؤال بعد لسؤال القطع احنا مش هنقوله مش هنضيع في وقت بس يعني تخلي بالك لو كان في اسئلة انت تعرف عايزك تعرف معناها بنقول زمين ايضية يا جماعة الفكرة الرئاسية اللي موجودة في القطع بتقوله عليها لو كان في خط تحت الكلمة عايز يسألك عليه او كلمة يعني لخص و ده بالنسبة للقطع بالنسبة ليه choose the correct words from a b c or d بيولي to give the antonym of the word understand عشان تدي عكس كلمة understand antonym يعني عكس عشان تدي عكس كلمة يفهم we add the prefix bravo عليك بنزود ايه دوبتها قبلي misunderstand يسيق فهم او يفهم حد قلط number two the word is wet and dry dual are prefixes antonym synonyms similar similar متشابه synonym نفس المعنى similar متشابه طبعا هما الاثنين دول antonym عكس بعض b three the word collect can be replaced by ممكن تستبدلها by collected يعني يجمع bravo يعني gather gather bravo عليك صح كده the suffix space turns the word introduce to a noun بتحولها noun bravo introduction جميل جدا يعني زود لها t i o n number five everyone should learn about the latest technology كل واحد لازم يتعلم اخر ويعرف عن التكنولوجيا الحديثة the word the latest احدث او اخر دي معناها طبعا حاجات كثيرة جدا ممكن modern حديث و new جديد و up to date اللي هو حديث و متطور لغاية اللحظة طبعا احنا هنختار all of them هنختار all of them هي الاجابة الصحة كل منهم كل الاجابات اللحظة number six الأخيرة means causing a little or no damage to the environment بتسبب ما تسببش تلف في البيئة او تسبب تلف قليل يبدأ اسمه sustainable sustainable اللي هي تنمية المستدامة كلمة sustainable تنمية المستدامة من غير تأثير على البيئة نقل السؤال اللي بعده the first the fish story the complete the fish in that restaurant caught in the sea this morning طبعا هتبع طبعا بيقول this morning يبقى في الباست والسمك ده يبقى الجملة هو المفعول يبقى هو استعد او تم استياده طبعا هكتب هنا was caught was caught if our seas become warmer لو البحر بتاعنا هيبقى اكثر دفقا the cooler reefs الشعب المورجانية will die هنا حالة اف الاولى present symbol become دي مدرع بسيط يبقى هنا will infinitive will die we will all need need عايزة 2 plus infinitive مدام فيه verb في ال infinitive يبقى لازم 2 لكن لو لون اسم من غير 2 هنا need to use يبقى هنا اكتب to use i didn't send the report until i انا ما ارسلتش report ده لغاية منا طبعا until until يجي بعد منها had وتصريف تالت had وتصريف تالت يبقى هنا had revised جميل جدا اه قبليها ماضي بسيط من فيه اللي هي didn't send وبعدها ماضي تام اللي هي had revised جانا said that there was a lot of pollution on this beach طبعا هنا تحويل من كلام من مباشر لغير مباشر ف this دي هتبقى z this هتبقى z اجابتك بالاجابات اللي موجودة number one was good number two will die three two use four had revised number five z وبعد كده سؤال هتكتب one hundred and ten مية وعشرة كلمة في الparagraph المدهولك لو ما شفتش الparagraph ارجع له في القناة اه ازاي تعمل paragraph او review بتوفيق حباب الابطال ما تنساش لايك وشير وكومنت ومنتظر تعليقاتكم ومنتظر اجاباتكم وتحدوني واكتبوا الاجابة قبل مني good bye good luck اشتركوا في القناة